سوز علاء خليني ارحب بحضرتك مرة تانية وهذه الكلمة محتاجة ان احنا يعني نتكلم عنها وقت طويل جدا فخامة الرئيس يمكن اختزل كلمات اختزل اختزل انتصار في كلمات بسيطة واختزل مجهود عشر سنين وهو كان بيتكلم بيقول في البداية كمان انا لما جيت في الاول قلت لكل المصرين الامور صعبة الامور مش سهلة وانا عايز كون ورايا وقال كمان في مرة في اللقاء انا ما كنتش عارف ابدأ منين ابدأ بملف الصحة ولا التعليم ولا الكهرباء ولا ايه ولا ايه وكان لازم ابدأ في الكل والحياة ما كانتش سهلة عايز تعليل حضرتك على كلمة فخامة الرئيس فعلا عندما تولى رئيس عفتاح سيسي كانت مصر في وضع سيء جدا صورة 25 يناير جماعات ارهابية بتسيطر على البلد لم يكن هناك امن ولا امان ولا استقرار كان هناك البنية التحتية للشرطة كانت مدمرة هدمير شامل شفنا قدي المصرين كانوا بيعانوا لدرجة انهم عملوا بينهم بين بعضهم وشرطة عشان يحموا بلدهم واصبحت للأسف بعد كده في جماعات قدرت انها تستغل الوضع السيء اللي كان متواجد وتحولت زي ما كفاكر الشعبية بسموها اللجان الشعبية اللي عملناها اصبحت طبعا ما بتلاقي الدنيا يعني بدأت تضيع من فكله بقى يستغل الامور يعني فلعايز اقول الوضع كان زيء جدا علاوة على ان الوقت ده كان فيه قمة الشرق الاوسط الجديد وتدمير الدول العربية وتقسمها قرار صدر كل دولة عربية يزيد حجمها عن 500 الف كيلومتر لابد ان يتم تدميرها او تقسمها وقد حدث سقطت ليبيا واصبحت للأسف الشديد بني غازي في حتة وطرابلس في حتة سوريا زي ما احنا عارفين وعلى فكرة دولة بنتكلم عنها دي ما يجدوا اللعيفة يعني ليبيا قطعا تكون اقل شوية لكننا بنتكلم عن سوريا والعراق بالذات هما دولتين كبيرتين كانوا يعتبروا مع مصر هما سنت برضو المصر الطوالة تاريخها يعني فانا عايز اقول انه سقطت سوريا لأسف الشديد تم تدمير سوريا تدمير كبير جدا تمت ضم جلال اسرائيز زي ما احنا عارفين اصبح تركيا احتلت الجزء الشمالي من سوريا العراق طبعا زي ما احنا عارفين اصبحت تلت دول غير مرعية شيعة سنة اكراد لأسف الشديد تلت دول فانت واخدها في وقت اليمن كانت اصبحت دولة واحدة ما بقاش في دولة كانت دولة واحدة اصبحت او كانت في الاول كانت دولتين تم توحدها الى اليمن بعد يمن الشمالي والجنوبي اصبحت دولتين من جديد مخصمة يمن بيتحارب العربية السعودية بيدربوا الامارات العربية المتحدة فالدولة في هذا التوقيت كان فيه مخطط نجح مع جميع الدول العربية الا مع المصريين ما نجحش مع المصريين ليه؟ لان المصريين زي ما احنا قلنا طالما الكنيسة بتعنق المسجد يبقى محدش هيقدر على المصريين وقد كان ياما تحدثوا عن ان ممكن نفس الاغباط يعملوا دولة والنوبيين يعملوا دولة طبعا سمعنا اتكلمنا كثيرة جدا لكن للأقباط يعملوا دولة ان الأقباط وطنيين هم اصل مصر واحنا اصل مصر كلنا اليوبيين نفس الشيء فانا عايز اقول الفكر اللي هم كانوا بيفكروا المصري طبعا احبطوا المصريون بتماسكهم وبخاطهم المسلحة مهم جدا يكون عندك جيش قوي لو عندك جيش قوي ما حدش يقدر يتحكم فيك عشان كده دايما هم بيستهدفوا الجيش المصري لان هم عارفين هو ده الدرع بتاع المصريين استاذ علاء يعني هستاذنا حليك نطلع فاصل واحنا لسه مكاملين مع حددك وكنا بنتكلم عن كلمة فخامة الرئيس وكنا بنتكلم عن ملف الارهاب وملف تقسيم الدول او ما يسمى بالربيع العربي هستاذ نحليك نطلع فاصل ونجعل نكمل مع حددك